لو هنتكلم عن سلاح المهندسين بقى تحديداً يا فندم يعني لو حضرك تعرفنا وتعرف السادة المشاهدين والأجيال الجديدة على البطولات المختلفة اللي قام بيها سلاح المهندسين أيضاً إزاي هذا السلاح استعد للحرب؟ الأول طبعاً بدون عبور ما كناش هنحقق نصر وحتى لو عبرنا بدون فتحة صغرات في السيافر الطرابي ما كناش هنحقق أنجاز لأنه لازم نصل إلى شرط الشرق للقناة وبعدين فكرة وجود ده يعني حاولوا يعملوا كباري ومزلقنات بحيث تطلع على يعني في أفكار كتير جداً طرحت عشان نقدر نعدي الجانب الشرق للقناة ونقدر نحقق الانتصار الفكرة كانت صعبة جداً وكانت مخاطرها كتير جداً وبالتالي كان لازم موقف شديدة جداً في هذا الصياح بدأت الموضوع بدأ من قبل احنا هناخد قبل وأثناء ثم بعد ذلك يعني قبل وحفو اكتوبر للسادات والتجهيز من بعد 67 مباشرة وازاي فكرة ان احنا نشتغل بقى ونجهز استعداداً للحرب يعني منذ هذا من خمسة يومنا 67 ولا صوت يعلم فوق صوت المعركة كلنا هنجاهد كلنا هنحارب كلهم في اتجاهه كلهم جاهد يجاهز نفسه ما فيش عنصر في الأسلحة المشتركة إلا ومعها عنصر هندسي المعركة طبعاً معاركة الأسلحة المشتركة تشتمل على كل عناصر القوات المسلحة لكن كل عنصر ليه دور والدور ده منظومة مكتملة بتتلصم مع بعضها كده وتشكل مع بعضها وتشكل بقى ايه النجاح اللي بنوصله في النهاية فكان قبل المعركة كان فيها عدة أمور لازم تستكمل أولاً مستويات أدوات ومهمات ومواد وخمات وزخيرة ومعدات المهندسين العسكريين كل هزي العناصر بتفرز شيء المعدات طبعاً معروفة الزخيرة الألغامة والـ TNT والفرقعات ومشابه يعني كل حاجة ليه أدور حتى المعول حتى الأزمة حتى الكوريك حتى الشبكة التمويه حتى المقص اللي بيقص السلك كل يهزي العناصر حتى شغير الرمل اللي بتضع فيها رمل وتعمل زي تعمل تاكسية أو مشابه كل هزي الكلام كان لازم بيجاهز بالكميات اللي هتا تتناسب مع حجم اللي احنا داخلين عليه فكان دي مستودعات دي ورش تجاهز كل ده إذا كان لازم مستكمل على الأقصى قدير في أقصام متقدمة لازم تطفع في الأمام يعني الورش الرئيسية بتبقى في القاهرة أو في انتقل العاصمة يعني طب لازم دي تطفع في تجاه الجابها فيبقى في أقصام متقدمة قدام في تجاه الجيش ده في إيه واتجاه الجيش ده إيه متوزعين إزاي عناصر النجدة والإخلاق موجودين إزاي ده بديات طيب فكرة أننا هنقل قوات من مناطق الانتظار بتاعتها أو بمعنى صحة مش مناطق الانتظار مناطق التمركز إلى مناطق الانتشار ومن مناطق الانتشار إلى الخدوط الأمامية أو مناطق التظار الأمامية الحركة دي كلها دي مساحات أنا عملت 3000 كيلو 3000 كيلو متر طرق في المنطقة دي عشان يعني يبقى حجم القوات اللي تنتخل من إلى من مناطق التمركز وحتى قبل العبور حتى حتى الحد الأمامي للقوات غرب القناة كل هذا الكلام كان لازم يعد بطريقة احترافية ده فيما يتعلق بتجهيز الطرق الجزء التاني تجهيز الهندسي كان لازم يجهز بقى المطارات المواني ساحات الإسقاط حتى بتاعت الكباري الملاجئ الخنادق حفر الدبابات عشان أعمال الخفاء يعني عايز أقول ملحمة بطولية في التجهيز الهندسي من كل شيء مواقع مراكز قيادة كل هذا الكلام كان بيعد يجهز كاملا في غرب القناة استعدادا للاقتحام أو استعدادا للعبور والاقتحام طيب ده جزء تاني فيما يتعلق بتجهيز الهندسي جزء يتعلق به الإمداد بوسائل مختلفة جزء يتعلق بالإخفاء والتمويل والخداع وربط خطة الخداع مع منظومة الخداع الرسمية اللي الدولة المصرية خدتها إزاي نيساهم في هذا الكلام فكرة إخفاء المؤدات نفسها والأسلحة باستخدام شباك التمويل ووضع الكودي واسلوب الكسرة عشان الشمس وعشان وعشان عشان في الاستطلاع الجو بتاع العدو مايرسطش أي شيء مخالف يبقى كل شيء مطابق للطبيعة وما بقاش فيه كيفية إخفاء الحفر ونواتجه كيفية عادة موجود مخلفات تدول على وجود حياة في المكان العناصر الهيكلية اللي في المواقع الهيكلية كانت بتجهز وتتعد الكابال الهيكلية كانت بتتعد وتتجهز ده فكرة فكرة الاستعداد بقى للعبور يعني عشان أجهز للعبور هنا ملحمة ملحمة بكل المقييس وتوقف أمامها قليلا يعني الفكرة بدأت إننا عايزين نفتح الصغرات في السطر الترابي وعايزين معبر ففي مشكلة عندي تتمثل مشكلة في إن عايز حجم من المعابر وفتحات أمامها عشان الناس تتعبط طب الفتحات دي تتعامل إزاي في السطر الترابي والكبارة تتنصب إزاي في ظل المد والجزر وفي ظل يعني صعوبة الأقمار ويعني صعوبة الحركة المناخية والحركة الفلكية بتاعت القناة والجو والتقس في هذا الظرف غرفية المكان نفسها آه والتوقيت نفسه عايز احترافية في تحديد المعاد وفي إطار الخطة إزاي يبدأ سهل من أول ضوء والآخر ضوء غير من الحروب بتبدأ كده إن نبدأ الساعة أثنين فده حد ذات وبدو يعتور إن الشمس تكون مواجهر العدو ما تكونش مواجهر لدقوطة مع التبرات ما نقول حضرتك فلكيا إزاي أعرف أحسب إزاي حقق الانتصار عشان كده يكون كل حاجة مدروسة بالملي زي نقوله أو بالشعرة ده جزء يتعلق كيفية الفكرة إننا نفتح الصغرات في ستر التراب ترجمة نانسي قنقر